أهلاً ومرحباً بكل من يلتحق بنا في هذا المباشر مباشرةً من نادي عيسى مسعودي مقر الإذاعة الجزائرية وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم وبعض المحطات الجهوية التي تنقل هذا المباشر لسلسلة ندوات التكريمية لإذاعة القرآن الكريم أعلام ومراجع لأنهم أعلاموا هذا الوطن وشموعها وأنوارها أضاء حياتهم بفكرهم وبعلمهم وبتضحياتهم وجب أن يكون تكريمهم والاحتفاء بسيرتهم أكثر من واجب ولذلك رداً لجميلهم واعترافاً بصنعهم كانت أعلام ومراجع إذن سلسلة ندوات فكرية أعلام ومراجع لإذاعة القرآن الكريم اليوم تحتفي بسيرة العلامة المجاهد الفقيه المفسر اللغوي العلامة كل ما شئتم من الصفات في شخصية العلامة محمد الطهر أي تعالجت حفظه الله ورعاه ومده بالصحة والعافية بإذن الله تعالى إذن اليوم سنضيء فكركم بسيرته العطرة بوجود أساته الأفاضل وشهادات حية عن من عايشه ومن تتلمذ على يده ومن حفظ له سره وقدسته في العلم وفي كفقيه جزائري إذن اليوم بإذن الله تعالى خليكم معنا إن شاء الله وهذا العدد من أعلام ومراجع قبل ذلك وقبل أن نفتتح هذه الندوة دائماً زينة المجالس مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ عمر شلبي إذن قلت أعلام ومراجع اليوم خاصة جداً ومميزة قد يكون صاحبها على قيد الحياة لكن لظروفه الصحية غابة عنها لكن اليوم شهادات كثيرة ستحيي شخصيته وستحيي وجوده بيننا في ندوة اليوم بإذن الله تعالى أردناها أن تكون ربما هي محطات لا يمكن اختصار في عمر الشيخ ربي يحفظه إن شاء الله مئة وخمس سنوات وربي يزيده إن شاء الله يعني في ممكن في ساعة أو ساعة ونصف من عمر هذه الندوة ولكن حاولنا اختصار ربما بعض المحطات الهامة في حياته لتكون محاور لهذه الندوة مرة أخرى شكرة لكل ضيوفنا الأكاري لم يلبوا دعوة هذه الندوة طبعاً نبدأ على يمين الذي لا يكل ولا يميل ولا يرفض أي دعوة شيخنا الفاضل محمد الصغير بالعلام إطار سامي سابق بالدولة وأيضاً باحث في التوراة الإسلامية مرحبا بك دكتور بارك الله فيك وشكراً لكم على هذه الدعوة المباركة وحتى بوجودك زينت القعدة يعني وشكراً للإخوان الحاضرين معنا إن شاء الله وشكراً لكم وأرجو أن تتقبلوا مني كل ما أقوله ولو لم يوفي بما يجب أن أقول وشكراً لا إن شاء الله كله طيب وأكيد ليوم رح تكون شهادات مميزة عن الشيخ بإذن الله تعالى طيب ورحب أيضاً على يميني هو صديق ابن الشيخ ولكن في نفس التلميذ الشيخ أي تعالجت الأستاذ عمر بخزر نعم سيتحدث ربما في جزئية مهمة جداً في شهاداته في الجانب عن جهاد الشيخ الفاضل مرحبا بك سيدي شكراً نتفضل نعم نعم شكراً مرحبا بكم إن شاء الله وجد لا وجودك معنا أيضاً سيضيف شهادة حية على الشيخ هذا الشرف لي محبا كنا معكم وأنا نتحدث عن الشيخ نعم بارك الله فيك مرحبا بك طيب أيضاً شيخنا الفاضل يحيا صاري وأيضاً إمام مسجد دار الأرقم بوزريعة وأيضاً عضو لجنة الإفتاء بوزارة شؤون الدين والأوقاف مرحبا بك شيخنا بارك الله فيكم ملدي الدعوة الكريمة نرجو الله تعني يوفقنا للحديث بما يستحق إن شاء الله آمن يا رب العالمين أيضاً أستاذنا الفاضل شيخنا أستاذنا الفاضل والمفتي إذاعة القرآن الكريم أيضاً شيخ أبو عبد السلام مرحبا بك وأيضاً تلميذه وتلميذ تلميذي أظن بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيكم شرفتمونا بأن نحضر ونتكلم عن الشيخ طهر هي تعالجت قطب من أقطاب الجزائر وعلم من أعلام الجزائر والمجاهد الأكبر في الجزائر صح فعله رب يوفقنا إن شاء الله بإذن الله بارك الله وفيك مرحبا بك شكراً لك طبعاً اليوم جبنا عنصر من 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 بيت الشيخ ابنه البار مرافقه وطبعاً صديقه أيضاً ما نقول لش ابن فقط وإنما صديقه أيضاً الشيخ الحاج صالح نتفضلت في المباشرة مباشرة مباشرة متصالح أي تعجبت مرحبا بك سيدنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسيل الله وعلى آله وصحبه وسلمات سليمة أصلة عن نفسي ونيابة نيابة عن والدي البارحة كنت معه يخحيكم ويبلغكم السلام ويشكروا الإذاعة إذاعة القرآن الكريم التي نظمت هذه بادرت بتنظيم هذه الجلسة القيمة العلمية الطيبة التي تفتح صفحات من الحركة الإصلاحية قبل الثورة والحركة النظالية في حزب الشعب وثم في الطورة التحريري وثم في التعليم ثم في الحركة التحريرية التي هي محاور هذه الندوة فشكراً وشكراً وألف شكر على هذه الالتفاة الطيبة المهم نسخة من الشيخ راي عندنا نسخة من الشيخ راي عندنا مرحباً بك إذا مرحباً بك وبرك الله فيك في وجودك طبعاً أيضاً أحيي كل الحاضرين طبعاً من أسد نوع أفضل دكاتنا الأفاضل نبدأ مع أستدنا مشنان يعني ما شاء الله أنا نقول الحديث عن أي دكتور عن الشيخ أي تعجزة مستحيل يكون في غياب الشيخنا أستدنا الفاضل مشنان أيضاً ممثل عن الوزارة أيضاً أستاذك شاد أستدنا الفاضل موسى عزوني دكتور عمد بن عامر وأسد إذا آخرين يعني شكرين لكم تلبيتكم دعوت هذه الندوة الطيبة اللي نتمنى إن شاء الله أن نستفيد بحضوركم معنا إن شاء الله حتى زملائنا في الإعلام فشكرين أن تنقلوا بأمانة طبعاً ما كان في هذه الندوة طيب نبدو على بركة الله ربما مع أول محور ولي يخص معك إن شاء الله أستدنا الفاضل محمد صغير بالإعلام مسيرة الشيخ ما شاء الله يعني تقلت لي أسررت لي يعني قبل بداية الندوة على أنه الشيخ سبحان الله تكوينه جزائري مئة بالمئة بمعنى لم يتلقى أي تعليم خارج حدود الجزائر وبالتالي حياته العلمية هي صانعة جزائرية يعني مئة بالمئة ماذا عن حياته العلمية وأيضاً عن نشاطه المسجد تفضل الأستاذ عندك عشر دقائق وممكن عفواً نعم نعم قبل ذلك معلش نعم استسميحه فقط فيه بورتري ونعود للحديث عن هذه النقطة اللهم صلي وسلم على سيدنا وحبيبنا مصطفى عليه الصلاة والسلام إذن كانت هذه محطات مختصرة ربما من حياة الشيخ محمد الطهر أي تعالجت كان في أعداد هذا الفورتري الزميل عبد الحق بول أحياء من قسم الأخبار إذن نعود إلى حديثنا ونقاشنا في هذه الندوة الطيبة الكريمة وطبعاً نبدأ معك أستاذنا محمد صغير بالنعلام طبعاً كنا تكلمنا على أنه في حياته التكوينية وحياته العلمية نعم ما شاء الله كان 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 زاخر أكثر من ثمانين سنة كما قال أستاذنا الفاضل يعني في كلها في التكوين إلى غير ذلك أكيد نعم تفضل إن شاء الله في عشر دقائق وإذا زدتك إثنان تفضل لا أظهر لا أظهر تفضل تفضل أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أولاً أشكر إذا أعطنا القرآن التي نظمت هذه الندوة لإحياء شيء ما من محاسن أو من الجهاد الشيخ طهر أي تعجز أطل الله في عمره ورزقه الصحة والعافية وأشكر الحاضرين وكلهم أساتذة ودكاترة له من الثقافة ربما أكثر مما عندنا نحن أولاً أن الشيخ طهر بالنسبة لي أظن ليس هناك من يعرفه قبلي حتى بعد ولدي لأنه عندما عرفت الشيخ طهر الشيخ صالح كان في أربعة سنين أو خمسين في عمره أنا أتحق بالشيخ طهر في سنة ألف وتسعمية وستة وربعين واستضافني والده رحمه الله الشيخ مقران في بيتي في طموقرة ومن سنة ستة وربعين أخذني الشيخ طهر من بيتي أبيه إلى الزاوية مباشرة هذه في فبري ستة وربعين ومنذلك أتعيك الفترة وأنا تقريباً ملازم للشيخ طهر إلى غاية سنة خمسين حيث تعقتم مع دعم العام الماليس في قسنطينة ماذا أقول عن الشيخ أنا قلت في الدراسة التي قدمتها في كتاب علماء زوء الشيخ طهر أنه لو له ما كنت لو للشيخ طهر ما كنت لماذا؟ لأنه هو الذي فاتح علي منذ الوهلة الأولى على ما عندي وهو قليل من العلوم في الشيخ طهر أولاً من ناحية الحفظ القرآن أنا الحقيقة عندما ذهبت إلى طمقرة في سنة طورة كنت أحفظ القرآن أنا حفظ القرآن وعملي 13 سنة يعني أقل من 13 سنة وعندما ذهبت إلى الشيخ طهر قمت بثلاث ختمات في القرآن في الزاوية المقرآن الخامسة والسادسة والسابعة السابعة كانت مع الشيخ مباشرة بقراءة قالون والشيخ مباشرة بقراءة قالون والشيخ طهر رحمه رضي الله عنه لأننا في منطقة زواوة سابقة لا أذكر اليوم الطالب الذي لا يقرأ القرآن لا يجويد القرآن أحبما قلوش قراءة قالون قراءة قالون لا يعتبر طالباً ولهذا كلب الدليل أقوم بتقريباً بحفظ القرآن تعادة تجويد القرآن كل ستين حيز بقراءة قالون الشيخ طهر رحمه رضي الله عنه وأطل في عمري الشيخ طهر أول كما قلت لكم فتح عيني على الأجر مياه وابن عشير والمواريث والحساب في طمقه ومعه ثلاثة من تلميذته يساعدونه في هذا العمل وهو الشيء أولهم الشهيد الشيخ جماعه ويخلف والثاني المرحوم سيحمي أو سيحمي جروفا والثالث شيخ ربيع ويساعدونه هذا من تلميذة الشيخ الكبار شيئاً ما في السن وكذلك الكبار في العلم ينتدمهم الشيخ لتدريسنا لأنه أصبح عدد طلاف مقرأ كثير فلابد من الشيخ من يعينه في مهمة التعليم وأنا أذكر الشيخ مجمعوي خلف وهو شهيد وشهد شهادة ليس هناك شهادة كثيرة من شهادتي لا مجال لأني ذكرها درسنا الأجرومية أول من بدأت القرأة الأجرومية على الشيخ جماعه ويخلف ومكثنا في البسمة التي ثلاثة أيام أذكرها في التفصيل ثلاثة أيام وحلاقه من البسمة إذا الشيخ طهر هو هذا ولكن الشيخ طهر ليس ذلك العالم حافظ القرآن أو مدرس العلم وليس ذلك الرجل الأخلاقي الذي لبت إلى أخلاقه وليس ذلك الرجل المبتسم دائما حتى مع طلبته ولكن نحن تعلمنا على الشيخ طهر شيء آخر وهو تعلمنا الوطنية على الشيخ طهر وأنا قلت في كتابي الشيخ طهر ليب يكون شيخاً للعلم فقط وإنما كان شيخاً للوطنية قبل كل شيء وأذكره وذكرت هذا أنه كان يستضيف في الزاوية الفارين من المناظرين من الحركة الوطنية يأتون إلى الزاوية بأسماء اختلفة ساعة مراض إنسان المرئيز يقعد بيانا ساعة مجنون والساعة عبر سبيل وهم كلهم الفارون تبحث عنه الفرنسية وهذا العمل الذي قام به الشيخ طهر كلفته شيء كبير كلفته نفيه من الزاوية هذا الكثير من المناظرين لا يعرفونه في سنة 48 أصدر قرارهم بالنفي الشيخ الطهر من زاوية الطمق إذا زاوية سيدي سعيد سيدي سعيد في نواحي صدق ونحن كنا ذاك الوقت طلب حوالي بين 80 والمئة طلب ما أذكر بالضبط ولكن في هذه الحدود وحاولنا كطلبة أن نبطل هذا القرار كونا وفد وذهبنا إلى قائد الدوار فأخبر أن كنت أحد هؤلاء الخمسة قال أن المرتاء يتخطني يذهبوا إلى بيت الشيخ الشيخ تعرف الشيخ في الكروة الشيخ بن علي الشريف بن علي الشريف والحاكم وبأمره في تلك المنطقة وذهبنا بعد ذلك بيوم أو يومين ذهبنا كل الطلبة ذهبنا جميع إلى دار الشيخ في العزيب العزيب بن الشيخ كما يسمى وهو بين أقبو وإغسرام قرار الذين يعرفوا المنطقة بكل أسف أولاد بل علي الشيخ هم اثنان ذاك الوقت سعلا ووسي محمد ذكروا الأسماء رفضوا استقبالنا لم يستقبلوا حتى وفد مننا أعطوا الأمر للخدامين قال أعطيهم يباتوا في واحد غاراج يباتوا لله وقدوا يرجعوا من أين أتوا ورجعنا ونفي الشيخ وباقينا نحن مجموعة جماعة من طلبة ذهبوا معه وجماعة باقينا في الزاوية ثلاثة ولقبوا في الزاوية وباقينا في الزاوية ثم في سنة 49 الشيخ طهر كما أشارت الأخت في السابق الشيخ طهر جزائري يصرف في تكونه العلمي تعلم على أبيه أولا ثم على ثلاثة من شيخ المنطقة وأحد هذا الشيخ هو الذي علمه الأوجه أو القراءات العشرة لقراءة ورش الأوجه العشرة لقراءة ورش ربما الشيخ أبو عبدالسلام يدري هذا بك وهو الوحيد الآن الذي يقرأه هذه القراءات العشرة لقراءة ورش ومنذ سنوات حسب معنا ما أذكر منذ حوالي عشر سنين جاء وفده من السعودية إلى هنا لتسجيل الشيخ صراحي يذكرنا بالاسمه يتسجيل هذه القراءات على الشيخ لأنها لم يعد أحد يتقنها غير الشيخ طهر رحمه أطال الله في عمره وشيوخه ثلاثة من المنطقة ثم انتقل إلى زاوية سيد الحمد يحيى في أمله وفي هذه الزاوية تعلم على شيخين من كبار علماء الجزائر ليس فقط علماء المنطقة أولهم الشيخ الحلو عمره أو الشيخ الحلو الخياري كما يسمى والشيخ الحلو الخياري ثانيها عجوبة في حديثته لأنه ابن فلاح لا علاقة لأبيه بالله بالعلم ولا بالقراءة ولا بالقراءة فهو فلاح ابن فلاح لكن ساعة ساعة هناك استثناءات والاستثناءات في الساعة ساعة تفوت الأصول تفوت الحقيقة الأولية الشيخ الحلو عمره من كبار علماء الجزائر وأنا أذكر للتاريخ وربما الشيخ عبد السلام أيضا يعرف هذا أو لم يسمع بها لا أدري وهو أن الشيخ نعيم النعيم النعيمي أحد كبار شويخ المهد عبد الحبيب كان يأتي إلى بني خيار إذا زاويت المارثوبة بني خيار يدرس مسألة من المسائل تخص القراءات والفقه البريكي مع الشيخ الحلو عمره ينتقل من قسمته حتى يدرس مع الشيخ هذا أحد الشيخ الأول لشيخ طارثم الشيخ ساعد شيخ ساعد من كبار علماء الجزائر أيضا وهو من مؤسس جماعة العلماء وكان من مجلس الإداري جماعة العلماء وكما أخبرني انتهى بهذه الزاوية وعمره اسمه عمره 18 سنة أقل 15 سنة تقريب ثم قال سمعته كما أخبرني هو بنفسه سمعت بأن زاوية بالحملاوي استقدمت أساتذة من الزيتون فقرر يتحق بالزاوية بالحملاوي في سنة 35 1935 ودرس على خمسة من الشيخ الزاوية بالحملاوي ثلاثة منهم تونسيون واثنين جزائرون ولكن في زاوية بالحملاوي في العثمانية ومن الصدف أن من الذين كان يدرس مع أبو الزاميله في الدراسة هو الشيخ أبروك عوادي وكثير منكم لا يعرفون من هو أبروك عوادي نعم وهذا يحتاج إلى وقفته من إداعة القرآن الكريم أبروك عوادي بين قوسين زميل الشيخ طهر من سنة 35 إلى غاية 37 في زاوية بالحملاوي الشيخ طهر رجعه من سبعة وثلاثة إلى تامقرة العمل الجبار الذي قام به الشيخ طهر هو إحياء الزاوية لأن الزاوية أغلقت منذ أن دخلت فرنسا إلى الجزائر وحاولوا أهل التامقرة أن يحيوها ولكن لم يستطعوا إلا أن جاء الشيخ طهر هو الشاب والطموح المليء حياة وحيوية فاستطاع أن يجبع أهل الأهل التامقرة وأحيو الزاوية في سنة 37 ومنذ ذلك الوقت والزاوية أصبحت من أكبر الزاوية في منطقات الزاوية لتعليم القرآن والعلم وبقي الشيخ في هذه الزاوية لا إلا أن جاءت الثورة أنا الحقيقة غادرت الزاوية في سنة خمسين وتعقدت مع عبد الحبيب بديس رغم أن الشيخ أقولها لأول مرة لم يؤيدني أو لم أراد أن أبقي معه في الزاوية ولكن أصرت على الذهاب إلى قسنطينة هذا لم أقوله لأحد أول مرة أقوله خاضية بيني وبين الشيخ فقط فذهبت إلى قسنطينة والشيخ لما جاءت الثورة كان من الأولين الداعين للثورة إلى المنظمين للثورة والقائمين بأداءه الواجبين تجاه الثورة وتجاه الشعب الجزائري ونحن نعرف أن هذه الزاوية قدمت أكثر من مئة شهيد على مذبح الحورية في الثورة الجزائري في الثورتين الكبرى من طلبة هذه الزاوية أكبر يعني لم يؤليس هناك مؤسسة علمية في الجزائر قدمت للثورة ما قدمت الزاوية سبقرة إلا معدعم الحبيب البديس فقط لأنه أيضا معدعم البديس لما أغلق بسنة السبعة وسبحين طلبته وإلتحقوا جماعة ووحدانا بالجبال الشيخ طهر إذا هذا هو الشيخ طهر يعني ذلك اسمه ولكن الشيخ طهر بكل الاسم ما قدمه للاسمه الشيخ طهر رجل المسجد الشيخ طهر طول حياته وفي المسجد وأنا أذكره عن الحاديث المعروف سبعة ظلهم بالله في ظله وما لا ظل إلا ظله إمام عادل أو الإمام العدل حسب الرواية المختلفة وشاب نشأ في عبادة له ورجل تعلق قلبه بالمسجد الشيخ طهر قلبه متعلق بالمسجد منذ بداية حياته إلى اليوم إلى أن القطع وأنا أذكر أن الشيخ طهر كان يؤدي صالة الجمعة في جامعة الإمام الغزالي في حضرة إلى أن تقريبا جاء هذا الوافد الغاليذ علينا وهو مرض كورونا الشيخ دم نقطع عن المسجد وأخ أشار إلى تعاقده مع المولود قاسم مع وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدنيا في سنة سبعة وسبعين الشيخ طهر تعاقد تعاقد عن التعليم في سنة سبعة وسبعين مولود قاسم وهو تلميذه مولود قاسم تلمي الشيخ طهر في زوية تبقرة مثلي ومثلي كثير من الإطارات الدولة تلمي الشيخ طهر أذكر مثلا في الجيش محمد طهر بوزغوب معروف أذكر محمد طهر ذكرون هذا أحياء لا أذكر الأموات كثيرون فإذا الشيخ الشيخ المولود كما نعرفه بسجعيه قال للشيخ بالحرف سمعا أنك متعاق متقاعد تعال إلى المتعاقد حتى لا تقعد قاعد وأتى به إلى وزارة شوندين المتعاقد وبقي الشيخ يطوف في المساجد الجزائري كلها من شرقها إلى غربها من صفات الشيخ أنه لا يقول لا أبدا لا يقول لا أبدا ولو كان مريضا ولو كان تعبان باللغة الإخوانة في مصر لا يرد طلبا أبدا أي مجل يطلبه مستعد للصفر ولو في آخر الجزائر ولهذا فهو رجل المساجد مع الكلمة ويؤدي صلاة الجمعة وهو فوق المئة أنا كنت أصلي وراءه في سنة الجمعة في المساجد الغزالي وهو أفايت المئة سنة يجب أن تعرف الآن الشيخ طهر في مئة وسبعة في عمره أطل الله عمره وبالنسبة للهيجر تقريبا في مئة وتسعة والله لأنه هو من موالد أكثر من أفايتنا ونحن الآن في 1443 سترون أنه 3443 يعني تسع سنة تقريبا يعني في 109 ولكن كان يؤدي صلاة الجمعة يقوم بصلاة الجمعة بإمامة الناس في الجماعة في الجامعة وهو فوق المعا يعني الشيء لا يمكن أن يتصور ولهذا أنا شوف تختار هي معجزة من معجزتي أو كرم على الأقل لأن معجزت تتعلق بالأنبياء شيخ تختار من كرمة الله عليه عليه وعلينا أن حافظ على صحته بهذه الدرجة وهو فوق القرن وحتى لما أرجعت له عملية مؤخرا الطبيب الذي له أجل العملية قال هذه العملية صعبة جدا قلب المفتوح ولكن يعني رحمة الله عليه وعلينا أنه شوفي من هذه العملية وهو الآن بخير الحمد لله نعم أن البرح فقط كان معه وكان على أحسن ما يرى هذا الشيخ يعني من كرمة ربما المسجد هو الذي حفظ له على هذه وتلبيته للواجب الديني الشيخ تار أنا كما قلت لكم لا يعرف أن يقول لا ونبقى له مرة واحدة وهو أغضبان في عياته الشيخ تار دائما وهو مبتسم حتى بعد طلبة وكنا نخشاه كثيرا عندنا هنا فيما كنا في الزاوية وحنا كنا صغر إذا قال واحد قال الشيخ الذي تكرر عنده نقول نكرر يعني تقرأ من ألف حسان إذا قال لك الشيخ الواحد عنده تكرر يعني تعرفني حسان لأنه أي خطأ سيكلفه كان غالية وكان مهابا نحن كنا طلبة يعني لا نستطيع أن ننظر إليه يعني مهابة الشيخ تار ورغم أنه كان ديبا بشوش يعني وقضى حياته في هذا الاسم وحتى في تونس يعني يجب لما نتكلم عن الشيخ تار ذهب إلى تونس سرغبا عنه يجب أن يعرف أن هذا يعني العاقيد عمله شرح الله الله هو الذي أجمره وأخذ معه ابنه هذا الصغير ذلك الوقت من تونس وكان يشرف في تونس على الطلبة التلاميذ الذين بعثوا مع ميروش إلى الدراسة في تونس وفيه مدرسة كوانتا الولايات الثلاثة في تونس وهو كان مشرف ومعها الدكتور جاهر رحمه الله دكتور محمد شريف جاهر وهو زميل لأنه يكون هنا في زوية مع بعض تلميذان الشيخ تار مع بعض نعم وكان معه في تونس كان يساعدهم في تونس في رعاية هؤلاء الطلبة الذين أرسلوا من الولايات الثلاثة وبنهم الآن فيهم كثير من أصبحوا وزارة وأصبحوا ضباط كبار في الجيش في الجيش الوطني الشعبي وهو من تلامي ذاتي هذه المدرسة التالية التي كان يشرفها عليها نعم الشيخ تار وشيخ تار يجب أن أقول مثل جديه جديه هي العدري الشيخ تار لو أتألف كثيرها ولكن ليس تألف مع الكلمة هي عبارة عن دروس يلقيها على تلميذته نعم نحادي هؤلاء مؤخرا كل سنوات وقع الدرس الأخير في ختم الموتة وهذا لم يسبق عن دلاء إلا في ختم البخاري في الجامعة الكبير كان الشيخ بابا عمر ثم الشيخ الشارف وقال لزمو أن يأتي لختمي صحيح البخاري كل سنة في رمضان في سبع عشر رمضان الشيخ طار قام بيختم الموضوع ويقوم بها أحده في الجزائر هو الأول والحد الآن لم أسمع بآخر حاول أن يقوم بيطلها ودرس مهلي رسالة بن أبي زيد القرواني لتنميذته ودرس القطر في النحو ولكن لم يسجي شيئاً وهذا ما وقع لجده شخي العيد رحمه الله حتى أن الصباغ عبد الرحمن الصباغ نشرح للوغليسية الوغليسية كتاب في الفقه كتبه الشيخ العلم الكبير جداً عبد الرحمن الوغليسي المتوفى سنة سبعمائة وسبعين هجري الشيخ العبد الرحمن الصباغ نشر شرحاً لهذه الكتاب والحقيقة ليس له هو الدروس التي سجلها عن شيخي الشيخ العيد لي فنشرها هو الشيخ العلمي شرحاً لأستاذ الشيخ الصباغ نعم فإذن الشيخ اسمح لي نعم كمات كمات الشيخ 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 هنا له إنتاج الكثير لكن لم يسجي أو لم ينشر على الأقل حتى الآن ونرجو إذا كان الشيخ صالح نعم مع بعض تلامينات يستطعوا إن شاء أن يعملوا على نشر شيء من هذا التراث سيغنونك مكتبة الجزيرة في هذا الميدان وهي دعوة نعم وهي دعوة بارك الله في جزاك الله خير هي دعوة أيضاً من خلال هذه الندوة أيضاً يمكن أن تكون أرشيف لكتاب ولمؤرخين لملا عن شهادات حية يعني من يعني بحضور أستاذة فاضل يعني عن شخصية الشيخ محمد طهر أي تعالجت يعني ما كان ما يميز أكثر ربما أيضاً شيخنا الفاضل أنه كان نظام الزاوية الذي كان شيده وأساسه كان يشابه كثيراً نظام معاهد الإسلامية الكبرى وبالتالي كان لذلك كان متميزاً في هذا الجانب طيب نمر ربما إلى محور آخر مع شيخنا الفاضل الشيخ عمر بوخزر هو صديق ابن الشيخ طهر آية تعالجت وتلميذه أيضاً في نفس الوقت أكيد له ما يقول ربما خاصة من زاوية أنه شاهد على جوانب في جهاده أو في حياته القضائية أيضاً تفضل أستاذنا عمر بوخزر تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أليه وصبعهم السلام عليكم جميعاً ورحمة الله تعالى وبركاته بحقيقة جهاد الشيخ ينقسم إلى ثلاث مراحل المرحلة الأولى في الحركة الوطنية يعني قبل نظام 54 والمحلة الثانية من 54 إلى 57 المرحلة الثانية في خارج الوطن في تونس وليبيا وغيرها من بلدان الشرق وربما الشيخ صار هو اللي عنده معلومات دقيقة في هذا الموضوع أنا أتحدث فقط عن مراحلة الجهاد أثناء ثورة تحليل في الحقيقة الشيخ طهر حفظه الله وأدم حياته إن شاء الله وأتل عمره في طاعة الله تعالى إنه لشرف كبير لي أن تدعوني إذاعة القرآن وإلى تحدث عن شيخي وصديقي أبيه الشيخ طهر كان من أوائل الذين لبوا لداء الثورة لا أعجب في ذلك فإن الشيخ طهر وزاوية السيد الحال عدلية ذاعة سيطها وذاعة سيط الشيخ في كل من ولاية السطيف برج بوعاريج مسيلة بويرا بجايا يزيورزون وحتى العاصمة لأن الطلاباً على الزاوية يأتي من هذه الولاية كلها قبل الثورة ولي الشرف أني كنت طالباً في هذه الزاوية مع الأخ الفاضل الشيخ مرحمة الصالح كانت الزاوية كما قال في الشيخ بالإعلام قبل الثورة ملجأاً للذين الذين تبحثوا عنهم السلطة الفرنسية هذا أتركوا جانباً وقتنا الثورة كان المسؤولون يترددون على هذه الزاوية عندما كانت في السرية ثم بعدها أصبحت الثورة عالرية أول طالبان جنداً في هذه الزاوية نظلم من بلد سيد سعيد جد سدق هما سعى له ملكف وسيمو حمد العيد لا أتذكر رقبه هذا أول مجاهدان لبساء في جيش تحرير البسهم الشيخ حفظه الله وبما أن الشهرة هذه الزاوية اتتسعت كثيراً ثناء الثورة وكانت مقصد ومركز لقيادة الثورة في الولاية الثالثة خاصة في المنطقة الأولى التي تمسد من الصمم إلسطيف ومن البورا إلى جيجل وولاستر هذه المنطقة الأولى إذن الاستعمار كان بالميرساد لهذه الزاوية وفي يوم عشر جوان 1956 جاءت الطائرة الفرنسية جاءت الطائرة للجيش الفرنسي وقبلوا الزاوية وكنت حاضراً دخل الزاوية في مقاة هذه في الأول كانت طائرة الاستيكشاف بالمدافع برشاشات ثم بعد عشر قاة جاءت المقامبلات وبعد جورج كنابيل جاءت مخزن الزيت الدخان صاعدة إلى السماء عشر الأمتار وزيت سالة كأنه واد ومن هنا بعدما دمرت عن آخرها لم يبقى أحدهم في الزاوية انتهت العمل يعني دمرت في 1971 بعد ثورة المقراني ودمرت في ثورة تحيلو الوطني كما قلت يوم عشر جوان وفتلق الطلبة ومن شارف هذه الزاوية كما قال الأسد بالعلام أكثر من مئة شهيد من طلبتها وما زال عشرات الأحياء منهم منهم سالح منهم سب العالم منهم ستار بوزغوب ستار بوزغوب وغيرهم من المجاهدين بعد أن دمرت الزاوية انتهت تعليم في الزاوية ومن شارفها أن أغلب محافظي السياسة في الولياء الثالثة كلهم طلبت الزاوية والحمد لله ومن شخص العربية في ذلك الوقت يختارهم الجيش يخرجوهم من الكتائب ويعطوهم مهمة سياسية وهو التوعية للمواطنين ومواجهة الداعية لإستعمار ريال والدثورة حسب ما قال للمرحوم الدكتور موامشف قهر رحمه الله وأسكنه في ساعة الجنان أول لقاء بين الشيخ طار وسامي روش كان في الصيف 1955 وقال لي نسيت الشيخ إذا كان هذا الخبر صحيح أن أبي لما رحوم الشايد حمد بوخزر كان ثاني رابط في جيش تحرير هو الذي رفق سعميروش إلى الشيخ طار في ذوبي في كله سنستخدم 1955 بمعن الشيخ طار كان بمعن الشيخ طار مشهور بفقه مشهور بعلمه مشهور بأخلاقه مشهور بتواضعه مشهور بإخلاصه فقد كلف وسامي روش منذ سنة 1955 بالقضاء في المنطقة الأولى كلها المنطقة الأولى كما قلت لكم قد تلوي لها مقسمة إلى أربع مناطق المنطقة الرابعة تستيق برج من وذاء الخدا وذاء المنطقة الثالثة من جرجل حتى قد تستيق وزو ومنطقة الثانية من جبل جرجل إلى وصمم ومنطقة الثالثة من الصومم إلى الصيف وبرج ومسيلة لأنها حدد السكة الحديدة هي الحد للولاية من ناحية الجنوبية السكة الحديدة من بويران حتى السطيف مسكله الأولى إذن عين له في القضاء وقام بواجه بأحسن قيام ويجتهد ليصلح بين البين لا يحب يحب الصلح لا يحب الحكم إذا كانت وكانت شحل السمر في أداء مهمه النبيلة في الولايات الثالثة حتى الجاء مؤتمر الصمام هو لقم بتقنين الثورة سياسياً عسكرياً اجتماعياً إلى قضاء كل شيء لمؤتمر الصمام وضع الأرضية لتصبح الثورة منظمة تنظيم دقيق جداً نعم وهنا كل قرارة الولايات الثالثة خاصة أن قبل مؤتمر شهور استقل التونس واستقل المغرب ولذلك فكرة قيادة الثورة وقيادة البلاد الثالثة على الأخص بقيد سامية روشة يبعثوا بما أن التعليم في داخل الوطن تقريب من المستحيلات كل القرى بدأت تكون منطقة محرمة وهدمت القرى وهدمت المدال المعاهد وهدمت كل شيء بدأت يبعث إرساليات تعليمية إلى تونس هنا فكر السامية روشة رحمه الله أن يبعث بالمشارفين على التعليم بعث الشيخ محمد صلى صدق مثله حية ربيع وبعث الشيخ تهرئي تعالجد كذلك مع الشيخ أرسكي اشترفوا على الظلم بعثهم للتونس بشترفوا على التعليم وطبعا جهاده في تونس نعم وشكرا لكم بركة الله فيك ربما هذه محطة النقول لا يمكن اختصارها لأنه غذيق الوقت ولكن اختصرنا حتى نعرف ربما هذا البعد في حياة الشيخ الجهادية اللي كان في نفس الوقت أيضا كمجاهد وفي نفس الوقت كان أيضا مستشار ومفتي للثورة طبعا بقيادة يعني يعني أعضاء الولاية الثالثة التاريخية من محطة إلى محطة ربما الآن تكلموا على الكثير يظن أنه الشيخنا الفاضل محمد طهر أيت ربما كان عوض بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين هو صراحة لم ينظم إليها ولكن كان في خط موازي لكل ما كانت تقوم به جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كان في نهجها الإصلاحي في نهجها التكويني في نهجها أيضا بين قوسين البديسي طبعا في التكوين وفي النظار أيضا يعرف للشيخ كثير في هذه النقطة ربما الشيخ يحيى صاري أيضا سيتكلم على هذه الجزئية ربما مقام الشيخ محمد طهر أيت على الجد في هذا الجانب الذي كان يوازي خط الجمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأيضا تأسيسه لمنظمة الفكر الإسلامي هكذا نعم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الحديث عن فضيلة الشيخ العلامة الشيخ محمد طهر أيت علجت نيتسع له الوقت وذلك حياته العامرة بالعلم والتعليم والجهاد والمواقف والنظار وهو يستحق بكل جدارة واستحقاق أن يلقب بأستاذ الأجيال ومعلم الأجيال وذلك لأن الشيخ حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية بدأ في تدريس الأجيال منذ سنة 1937 عندما أعاد بزاوية جده مجدها التاليت التي تعرضت للهدم منذ الاحتلال الفرنسي للجزائر ثم سنة 1871 وبقيت معطلة إلى أن أحياها وأعاد تاريخها التاليت الثقافي والعلمي الشيخ محمد طهر حفظه الله تعالى واستمر في عطائه العلمي منذ سنة 1937 إلى آخر درس ألقاه في ختم موطأ الإمام مالك سنة 2020 هذه السنوات المديدات في العطاء العلمي هي التي تعطيه بحق أن يلقب بمعلمي وأستاذ الأجيال وعندما يلتقي تلامذته نرى العجب العجاب من تلك الأجيال التي تتعاقب على دروسه وحلقاته ومجالسه ولهذا فهو مفخرة ليس للجزائر فقط وإنما مفخرة للأمة الإسلامية كلها أما الحديث عن أستاذنا وشيخنا الكبير وعن علاقته بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين فقد كان الرافد الذي يعمل فيه هو رافد واحد رافد العلم والتربية والإصلاح وتنشئة الأجيال وهذا كان هدف علماء الجزائر على اختلاف مدارسهم الفكرية وعلى اختلاف توجهاتهم لأن الهدف واحد وكذلك كما سمعنا في نضاله الوطني وعلاقاته بالحركة الوطنية التي كانت تقيم النشاطات في زاويته العامرة كانت له أيضا علاقة متينة بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين فقد دعي لحضور مؤتمرها سنة الف وتسعمية وسبعة وربعين بدعوة من الشيخ محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله وحضر مؤتمرها وناظل وجاهد وعلم ورب في محاضن العلم والتربية التي كانت هي الدائرة التي يجتمع فيها علماء الجزائر في زمانه وفي كل زمان ولهذا كانت علاقاته ليس فقط بجمعية العلماء بل بجميع الجمعيات فنراه أنه كان حفظه الله يلبي دعوات جميع الجمعيات ليحاضر في محافلها ويدرس في نشاطاتها ولهذا فضيلة الشيخ محمد طاري تعالجت هو نموذج لذلك العالم الفقيه المربي والأستاذ والمعلم الذي كان للجميع ويحاضر عند الجميع ويدرس الجميع ويربط صيلته بكل مواطنين جزائريين فضلاً عن أهل العلم والجمعيات العاملة في ساحات العلم والتربية أريد فقط إذا بقي من الوقت شيء ولو قليلاً أن أنوه لست أنا الذي أنوه وإنما أتحدث عن مقام رفيع من مقامات الشيخ حفظه الله وهو مقام الخلق والأدب وأنقل كلمة لأستاذنا الكبير ورفيق ذربية الشيخ محمد الصالح الصديق حفظه الله تعالى عندما يذكر قائلاً عن عظمة أخلاق الشيخ فيقول رحم وحفظه الله تعالى كنت أستاذاً في مهد الشيخ عبد الرحمن ليلولي سنوات 52 وخمسين وكانت طالبة في وادي الصومام يحدثونني عن هذا الرجل في إعجاب وتقدير وكانوا جميعاً يركزون في أحاديثهم عن أخلاقه وتواضعه قال الشيخ وكنتم أظن أن ذلك من قبيل المبالغة فلما التقيت به بمدينة أقبو فكان ما أثار إعجابي تواضع الشيخ الجم وما يشيع منه منه من أشعة الإيمان والعلم والمعرفة وقال عنه أثناء العمل في التوراة في ليبيا وأبرز ما كنت ألاحظه في زميل المجاهد الشيخ محمد الطاهر هو الأخلاق العالية وقد عرفته في مختلف الظروف والحالات فلم أكن أراه إلا إنساناً بفطرته إنساناً في معاملته إنساناً في عطائه وقص علينا وأختم بهذا قصةً وقعت أثناء الثورة بليبيا قال وكان معه يوماً في مكتبه جمع من الطالبة الجزائريين الذين يدرسون في ليبيا وسمعت أصواتاً ترتفع وهم يناقشون الشيخ فآلمني ذلك قال الشيخ محمد الصالح فدخلت عليهم وقلت للشيخ لي أمني أود أن تحققها لي قال ما هي؟ قال أن تغضب على هؤلاء فأجاب الشيخ حفظه الله إنهم أبناؤنا ويجب أن نساعدهم ونترفق بهم وخاصةً في هذه الظروف وهذا درس لكل العلماء والأئمة والمدرسين ودرس لي ولغيري ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه بحفظه ويمتعه بالصحة والعافية وجزاه الله خيراً عن العلم والمعرفة والثقافة والوطن والإسلام وبارك الله فيكم جميعاً بارك الله فيك شيخنا الفاضل يحيى صاري فعلاً كل ما يقال عن الشيخ ربما قليل في شخصه الكبير طبعاً نمر الأستاذنا الفاضل شيخنا وأبونا أبو عبد السلام طبعاً هو مفتي دعاة القرآن الكريم وطبعاً هو تلميذ وهو تلميذ تلميذي على مقال لي ربما في جزئية مهمة جداً أنه لا يعرفها الجميع أن الشيخ طهر أي تعالجته هو يعد من أعلى الأسانيد في عدد من الموتون وأهم القراءات طبعاً نافعية العشرة ومن أبرز أئمة المذهب المالكي في العصر الحديث ومرجع لأهل العلم والدين طبعاً في هذه النقطة نحن نحن نركز على الجانب الفقهي في حياة الشيخ الطهر أي تعالجته وفي نفس الوقت نسمع منك ربما شهادات تحفظها عن الشيخ تفضل أستاذنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى والصلاة والسلام وأخير رسول الله كلامه على الشيخ محمد طهر أي تعالجته يعني يعجز لساننا ويتعجز أقلامنا على أن تتحدث بما يستحقه الشيخ لأن الشيخ أعلى وأعلم وأكثر جهاداً من أن يحاطى بكلمات في مجلس لدقائق ولكن هذا لا يمنع أن أتحدث عن الشيخ في محطات المحطة الأولى شيخي الذي درست عنه وهو تلميذ الشيخ طهر الشيخ محمد شريف قهر رحمه الله تعالى من آدابه الرفيعة يقول إذا حضر الشيخ طهر في مجلس أنا لا أتحدثه لا أجر على أن أتحدث قرب شيخي احتراماً احتراماً وتقديراً للشيخ طهر أي تعالجته الشيخ محمد شريف قهر رحمة الله عليه نقل إلينا عن الشيخ طهر أنه كما سماه الشيخ محمد الصالح الصديق مدرسة أخلاقية متنقلة هكذا اسمه الشيخ محمد الصالح الصديق الشيخ طهر مدرسة أخلاقية متنقلة الشيخ طيب عبلوي رحمه الله تعالى خالط الشيخ وتعامل معه زمن طويلاً كنا في المحد الطربوي قال لي أنا عرفت الشيخ كثيراً ولكني في كل يوم أكتشف فيه جديد في أخلاقه وفي علمه قال أنا حاجة واحد استخلصتها من هذه التجربة الطويلة وهذا الاحتكاك الطويل أنني لم أسمع يوماً الشيخ قال لا كلمة لا لا يعرفها في قموسه في كلامه في تعاملاته إلا إذا تعلق الأمر بما يتصل ب يعني قدسيات المتصلة بالدين يذكر لمثالي قول يعني هو عنده أبناء وعنده أحفاد قال يأتيه حفيظ يقول له بابا سيدي نعم لهذا يا أوليدي نعم لا فضل نعم له قال يجي وحد تاني يقول له بابا سيدي لا مش هذا نعم له هذا يا أوليدي نعم له هذا يعني لا يعارض أحداً فهو مطواع للكل هذا أخلاق رفيعة جداً لا يمكن أن يكسبها أي إنسان أو أن تجدها عند أي إنسان ويذكر الشيخ مشنان وهو من تلميذ الشيخ تعارو الشيخ شرف رحمة الله عليه في مجلس كنا دعينا إليه في القبة مجلس عشاء يعني الأخلاق الرفيعة بين علماء الجزائر الشيخ الشارف رحمة الله عليه قال الشيخ طهر عالم ومجاهد وولي من أولياء الله قال الشيخ طهر ذاك مما تعلمناه منكم يا شيخ يعني انظروا إلى أخلاقيات العظماء في مجالسهم هذا الشيخ طهر دائماً وأبداً يقدم غيره على نفسه يعني إذا كان في هذا الزمن من تخلق بخلق الإيصار فهو الشيخ طهر أذكر قصة ذكرها الرائد سحميمي رحمة الله عليه وهو من الذين تتلمذ على سعميروش ومن الذين تكونوا تحت يد سعميروش ومن الذين أعلى مقامهم سعميروش في قصة اجتماعية حدثت رجل خطب امرأة فزوجها وذهب الرجل يعد نفسه للبناء أثناء الإعداد للبناء يظهر رجل آخر ثري يعني ثراء معروف خطب المرأة نفسها فزوجها حوله على قوته الله بالله الرجل الأول اغتاض من الأمر إلى من يشكو إلى من يشكو قال سأشكو إلى المجاهدين أثناء الثورة أشكو إلى المجاهدين وكان القريب إليه في ذلك الوقت هو السحميمي رحمه الله وكان مزال يعني في رطبة عسكرية بداية عرض عليه المسألة قال لهم السحميمي اتفضلوا اجلسوا أنت أيها الرجل الثاني الذي خطبت هذه المرأة أكنت تعلم بأنها مخطوبة لغيرك قال لا يا أولياء البنت أخبرتم هذا الرجل بما كان منكم مع الرجل الأول قال لا إذن أجلس أنت هناك قالوا إذن أنت أيها الرجل الأول انت خطبت مرأة وزوجتها وتعد للبناء فهي زوجتك هي الآن هذا خطأ من أهلها وقع هي الآن رفع يده رهي بين يديك تتم الزواج أو تقلع تنسحب أنت حر في هذا والأمر إليك وقال لأهل البنت أنتم الآن هذا الرجل الثاني هذا جاء على غير علم بما وقع وكلفتموه أولم ودع الناس وجامع الجموع وما إلى ذلك يعني ترتبت على هذه كلها خسارة أنتم تعوضون هذا الرجل نحن نقوله في المنطقة ولو حبا تعطعان أخسرها أنتم تخلصوها وأنت أيها الرجل الأول مختار بين أن تتم أو تقلع تفارق خلاص ينتهى الأمر نم الخبر إلى سعميروش رحمه الله وجاء وحضر المجلس وكان سحميمي موجود والشيخ طهر موجود لأنه قاضي سعميروش فلما أخبر سعميروش بالمسألة ماذا تقول في الأمر يا شيخ طهر ما حكم به سحميمي هو الدين يا سعميروش هو عين الدين فأخرج وساما من جيبه فعلقه إلى سحميمي وضمه وحضنه وقال هكذا تنتصر الثورة الجزائرية سحميمي هذا نقدر نقوله شبه أمي شبه أمي يعني لا يقرأوا ولا يكتبوا وإنما من خلال المجالسات للعلماء اكتسب هذه الملكة الشاهد هنا بأن الثورة الجزائرية مؤطروها كانوا يحبون الدين ويتفقهون في الدين ولولهم يتعلموا هذا الشيخ طهر وكنت أنا في وزارة شؤون الدينية كان يقصدني الناس أنا تلميذ مبتدي لكن يقصدني الناس ويعرضون علي مسائلهم عندما يشكل عي الأمر كان اتصالي هاتفي بأحد الشيخين اللي ذكرتهم الآن إما الشيخ طهر وإما الشيخ شارف لكن الشيخ شارف رحمه الله لحاله وربما عجزه إذا قسناه بالشيخ طهر كان الاتصال به بين الحين والحين لكن الاتصال الكثير مع الشيخ طهر ولا يبخل علي بالإجابة في كل ما سألته يعني هذا الشيخ طهر هو الشيخ صالح صديق وحاميم وزميل في العمل وفي الثانويات إلى آخره يعني الشيخ طهر مهما تكلمنا في حقه فهو أعلى وأكثر فهو موسوحة اسمحي لي أذكر كلمة هذه فقط قال أحدهم وهذا هو الذي يصدق على الشيخ طهر الشيخ طهر اجتمع فيه ما تفرق في غيره مجاهد عالم ولي من أولياء الله حافظه الله ومتعه بالصحة والعمل شكرا لك على هذه الشهادة الطيبة الكريمة طبعا منك سيدنا الفاضل الشيخ أبو عبد السلام ممكن ننتقل إلى بيت الشيخ طهر أيت عجد أكيد نعم أكيد ربما ما يقال عنه من من عايشه ربما القليل مما يمكن أن نعرفه في زوايا البيت مع الشيخ طهر أيت عجد الأب هل كان بنفس الهيبة الذي يعرفه الجميع أم كان داخل زوايا البيت ربما شخصية أخرى لا نعرفها تفضل ابنه الشيخ صالح أيت عجد فضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته سعيد بهذا اللقاء لم أكن أتوقع هذا السؤال ولكنه جدير بأن يطرح وأعددته في هذا العجلة هذه عن بعض التكميلات التي هي منعت من التفصيل فيها فيما قاله السادة الكرام بالنسبة للولد في الدار بالنسبة للولد في الدار عادي طبيعي كما يعرفه ضيوفه يعرفه أبنائه وبناته وعرائسه يعني زوجتي وزوجة عبد الحميد وزوجة حسن وأنادهم الأبناء تعوه وكذلك بناته وضيوفه كذلك كما يعرفه ضيوفه يعرفه بنفس ذلك التواضع يخدم الصغير كما يخدم ذلك الرجل الكبير الذي يستقبله بتلك البشاشة بتلك المعاملة لا يغضب كما قال الشيخ محمد صالح صديق ذكرتنا بما قولته يا شيخ الطهر طلبه منك أن تغضب فهو لا يغضب دائما مبتسم كهو يحافظ على الهدوء في الدار لا يرفع صوته ففي ذلك قدوة للذين يعيشون معه هو لا هو يحب الأكل الجماعي لا يتأخر ولا يتقدم في تناول قهوته صباحية أو فطوره أو غدائها أو عشائيه يحب أن يكون كل النساء ورجال وصغار وكبار معاً في المائدة واحدة كما هو أيضاً لا يحب أن يخرج من البيت ضيفه قبل أن يؤكله وأن يشترك معه في الأكل فقط هذا الذي يجعله يأكل مع الضيف دون سائر أفراد الأسرة الوالد هو الجد في البيت هو الزوج طبعاً هو الإبن لجدي رحمه الله متوفي في عام سبعين أول ما قبل أن يقبض قبل أن يتوظف قبل أن يدخل في الواضيث بعد الاستقلال وأن يتناول وأن يأخذ أجرته شهرية يهتم بطاقم أسنان أبيه في حالة مزرية يعني يركب له طاقم أسنان لجدي وهو فارغ الجيب ووقع في أزمة ووقف مرتبه من وزارة الخارجية بعد أن عاد من ليبيا وبقية مثله مثل الشيخ محمد صالح صديق مثل الشيخ عبد الرحمن بالعقون مثل مثل هم أربع هم أربع عشر البشير يزمران الله يرحمه والله يرحمه كذلك الشيخ عبد الرحمن بالعقون ومثل الجبهة في العمان وشيخ محمد صالح الصديق زميله في ليبيا ملحق صحفي والوالد ملحق ثقافي هؤلاء استغنت عنهم لأنهم لم يميلوا إلى جهة دون جهة أخرى تعرفوا الانقسام الذي يقع في 62 بين الفريقين من فريق كذا وفريق كذا إذن هو في البيت عادي طبيعي والوقت أعتقد أنه ليح يمكنني أن أستمر في ماء كل أقول ما أريد أن أقول إذن هو أب عادي وأخ عادي لأخيه عم السعيد أسكنه لما عاد من عمان كان ملحقاً كان مساعداً للوزير مساعداً للسفير عبد الرحمن العقون هذا في عمان التحق بوزارة الخارجية أسكن مع أخيه بابا في حضراء في شقة وحيدة وعاشر زوجته التي تختلف الأردنية المنشأ التي تختلف عن أفراد عائلتنا الريثية المقروية الجبلية أحفده كذلك يدعبهم حنون أب حنون جد حنون وأب حنون ويلاطفهم ويسألهم عن مستواهم ويتبع دراستهم وينقلهم إلى المدرسات نشاء الله نعم عندما يذهبون ويعيدهم من المدرسات كذلك كلهم كلهم أبناء عبد الحميد وأبناء حسن وأنتقلوا إلى بعض النقاط وهو حال الوالد في ما قبل الثورة والوضع يبغي أن يتخذ موقفاً أن يكون مع الحركة الوطنية أو أن يكون مع جمعية العلماء أكذا يعني الوضع السائد أو أن يكون مع المستعمر أكذا الوالد فبالنسبة للجمعية العلماء وبالنسبة للحركة الوطنية رعى المصلحة تحت لمدة رعى المصلحة تحت المجتمع هو وسطي بين لا يحرم أبناء المنتسبين إلى جمعية العلماء من عداوة معادات والديهم فيلا يلتحقون بالزاوية ولا يعادي كذلك الحركة الوطنية فأبناءهم يحرمونهم من التعليم بل يستقبلوا كل الناس في هذه الزاوية هذه الزاوية هذه كذلك بعض طلبتها الذين تخرجوا ذهبوا إلى معهد عبد الحميد بن باديس بعضهم توجها إلى الكتنية بكل حرية من هؤلاء الطلبة لا تلتحق فقط بفرنسا لا تكون مهاجراً عاملاً في فرنسا وتترك التعليم وتترك العمل الدعوي العمل الإصلاحي المناط إليك العمل الدعوي والإصلاحي المناط إلى هؤلاء الطلبة توجهوا بعد رجوعهم من قسنطينا أو رجوعهم من تونس أو تخرجهم مباشرة من الزاوية ليكونوا أئمة ومعلمين في المدارس الحرة التي أنشأتها جمعية العلماء والتي أنشأها حزب الشعب كذلك في المساجد فكانوا بردًا وسلامًا على المجتمع بإصلاحه وتهديبه وترك المنكرات قطاعي الطريق انقطعوا اللي يتكيفوه ما انقطعوا ما يتكيفوهش قدام هذا المعلم الصغير هذا كدليل محمدهم القرآن ولا اللحمه الله ولا البشير عمروش اللي كان في أبو حمزة ولا الشيخ طاروش عيد الشاهد كذلك اللي كان في أبو حمزة كذلك أحد من القرآن من القرآن كان هؤلاء الطلبة قادةً روحيين ومواعظين ويعني رجالاً غيروا سيرة أفراد المجتمع من التهور العدوانية وغير ذلك إلى الاستقامة التامة والاحترام نعم مبارك الله فهناك كذلك نعم نفضل معلشة معلشة الاحتفالات الاحتفالات السنوية التي تقع في الزاوية هذا جانب مهم كون توعية وطنية وإصلاحية وجعلت البيئة المحيطة بالزاوية يبعثون ابناءهم وعرفوا قيمة العلم بتضل تلك الاحتفالات التي وقعت فيها المسرحيات هكذا ولا ماشي هكذا أستاذ عمر أبوه كان من الذين الوسط بين الوالد والحركة الوطنية أبوه الشهيد الذي لم أتناول الكثير من من الأصدقاء الوالد وزملاء ومجاهدين مع الوالد في كتاب رحلة قرن إلا الحاج حمد الحاج حمد وعلي الله يرحمه بوخزر الحاج حمد بوخزر وما قبل الطورة كذلك محاربة الجهل أخذت الزاوية ما أخذني عني جدياً التيارين جمعية العلماء والحركة الوطنية حزب الشعب هو عبد الرحمن بالموفق الذي يقول عنه الشيخ محمد صغير الأستاذ محمد صغير بالإعلام بأنه الواسطة الواسطة بين الطلباء المنتسبين في تونس إلى المناظلين في تونس والمناظلين الوطنيين في الجزائر كذلك منهم الذين حضروا مع الوالد في اجتماع جمعية العلماء الذين ذكرتموه هو الشهيد البشير شليق البشير هذا هو رافيق التاع الوالد هو الشيخ يوسف اليعلوي المجاهد البارودي المعروف يعني ضابط جيش الحرير في الأوراس ثم ادخل إلى الولاية الثالثة هذا الشهيد هذا هو من الأوائل الذين شهد هذا شهده هدوما من الأوائل من الأوائل وهم طلبة الوالد نعم اللعنة المللات الملات الملتقى السلطفة نعم ما عليش اختصرنا هذه المحطات على أساس أنه ربما حاولنا إضاءة حياته مرة أخرى ربما الأجيال اللي تسمعنا الآن من مستمع إذاعة القرآن الكريم للذين لا يعرفون صراحة الشيخ طهر أي تعالجت ممكن نكتفي بهذا القدر ربما من مدخلات أساتنا الأفاضل اللي نشكرهم طبعا على ما قدموه هذا ما قيل ربما كشهادات حية الآن نسمع لأبيات قيلت أو كتبها أستدنا الفاضل أستد سماعيل محمد سعدي قدم قصيدة عن الشيخ العلمه محمد طهر أي تعالجت نسمع إليه تفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته هذه الأبيات من بنات هذه الأمسيات التي مضت وانقضت أقول في القصيدة وقد طلب مني الأخ أن أتجاوز دقيقة ونصف من الوقت من لي بنبض في الفؤاد مخبر أن الصبابة للخواطر معبر ماذا أقول عن المرام بمهجة والحب يبحر بالقلوب ويأسر من أين أبدأ يا كبير قصيدتي وهواك فيضا بالوريد مُقطر سطعت به شمس المعارف خافقا نار على علم الربوع وأشهر أصل شريف من كرام عشيرة فأتى الوجود لآل علجة طاهر شهمٌ عريقٌ عيدليٌ جدُّه طلق المُحيَّة وبالتواضع أنظر وسليل حقٍ من سلالة ماجدٍ بحرٌ تدفَّق بالمحيط وأنهر فسكبت من بحر الكمال حروفه عبر القواف للمفاخر أبحر سارت على قدم البساطة نفحةٌ بين الأنام وللأصالة جوهر ثغرٌ تبسَّم بالمشيب وبوحه يُفشي السلام بالصفاء مُدثَّر منه السماحة والبشاشة والندى عذب الحديث والجبين منوَّر إِنِّي لَأَمْدَحُ فِي الرِّجَالِ مُرَابِطًا وَمُثَابِرًا بِفَمِ الزَّمَانِ مُعَمَّرُ إن شاء الله بارك الله في الجزء الأخير على هذه الكلمات الطيبات والتي اختصرت فيها كل ما قيلة ربما أيضاً من أسدنا الأفاضل نفتح المجال ربما لمدخلات أخرى قيمة أستاذنا الفاضل أستاذنا مشنان محمد إيد المشنان طبعاً كشهادة عن أستاذنا الفاضل الطاهر أعداد فضل شكراً جزيلاً بسم الله الرحمن الرحيم أقول محطات مختصرة نعم محطة الأولى هو أن الشيخ سيد محمد طاري تعالجت وامتداد لجده سيد يحي العيدلي فكلاهما كان خادماً لأمتي وأبناء وطنهم ودفائنا في خدمة أبناء بلدتهم ووطنهم ولهذا بقي الناس أوفياء له سواء سيخ سيد يحي العيدلي أو الشيخ سيد محمد طاري تعالجت المحطة الثانية نقولها هو أن الأستاذ زوبير طوالبي رحمه الله وهو من تلاميذ الشيخ محمد طاري تعالجت في تمقرأ قالنا أنه لما ولد سيد محمد الصالح قالنا تعجبنا قلنا كيف يكون للشيخ ولد لأنه كانوا يعتبرونه كأنه قديس أو شيء ملك من الملائكة وكانوا يتساءلون هل يأكل هل يشرب هل وهو شاب طبعا في شبابه ومع هذه شهادات الشيخ زوبير طوالبي ربي يرحمه برحمته الواسعة أمر آخر كان الشيخنا الشيخ حمد عزدين ربي يرحمه وهو من إمام في براقي ورجل من الأفاضل قال مرة وكنت في الحرم المكي وقد أصيب بنوع من القبض جماعة عبر راقي يأكدوا لهذا الشيخ فقال دعوت الله في الحرم قال يا ربي ألا تريني وليا من أوليائك قال والله من تهيت من هذا الدواء حتى أطلع علي الشيخ ربي حفظه هذا يأكد شيء قاله قبل حين الشيخ خاسيدي محمد بن عبد القادر شرف قالوا فعلا قالوا أنت عالم وولي ومجاهد وجاوبوا كما قال قالوا هذا أنوارك قد انعكست أو هذا الشيء تعلمناه منك والشيخ طهر من الناس الذين يخدمون ضيوفهم ويقدم الأحذية لضيفه وهو من هو رحمه سبحان الله ربي حفظك بارك الله وفيك على هذه الشهادة الطيبة